طبعاً من المعروفة أن عيت الشهب لها رمزيتها الخاصة هي على خط النار مباشرة أنت مقابلك المواقع العدو الإسرائيلي وترى هؤلاء الناس الذين يصمدون هنا يودعون هذا الشهيد في هذه البلدة التي قاتلت عام 2006 وهزمت الاحتلال الإسرائيلي اليوم أيضاً في هذه المواجهة انتصاراً لغزة وهؤلاء الشهداء على طريق القدس ودفاعاً عن بلدهم هؤلاء الناس يقولون كلمة واحدة أنهم ثابتون صامدون يرددون مع أهل غزة مع امرأة تخرج من تحت الركام وصوتها مقاومة مع أباء الشهداء مع أمهات الشهداء من غزة أم الشهيد هنا وأبي الشهيد رسالتهم إلى سماحة الأمين العام سيد حسن نصر الله أنهم طوعوا بنانه قدموا الولد الأول يقدمون كل أولادهم دفاعاً عن بلدهم ودفاعاً عن أرضهم وأيضاً انتصاراً لغزة رغم كل التهديدات الإسرائيلية رغم كل القصف الإسرائيلي رغم استهداف أطراف القرى استهداف سيارات الإسعاف استهداف أحياناً المدنيين هؤلاء الناس أدعو كل اللبنانيين ليأتوا إليهم ليروهم أدعو العرب أدعو العالم ليأتي يسمع هؤلاء ليرى هؤلاء هم لا يطلبون شيئاً من أحد هم فقط يقولون أنهم مقاومة مع المقاومة لا يأبهون لكل ما يجري من حولهم لأمر واحد كيف يمكن لهم أن يحققوا الأهداف التي طرحها بالأمس سماحة السيد وقف العدوان على غزة وانتصار المقاومة في غزة كنت أتحدث مع والدة الشهيد مع والدي الشهيد يشعرون بكل اعتزاز وبكل افتخار ونقلوا وأنقلوا على الهواء وهذا حقهم لأن هؤلاء ضحوا هؤلاء قدموا نقلوا إلى سماحة السيد أن بقية أولادهم أن بقية هذه العائلة كلها مستعدة أن تقدم دمها وأن تبدل دمها وهذا كلام أم شهيد على جثمان ولدها أنهم مستعدون أن يقدموا دماؤهم من أجل أن يحافظوا على بلدهم أن يحافظوا على أرضهم وأن يدفعوا هذا العدوان وأن ينتصروا لأدم المظلوم في غزة سعدتنا أبلو تعليق سريع هناك أصوات أيضا إسرائيلية تتحدث يعني وزراء يطلبون بضرب غزة بضربة نووية ما تعليقهم خاصة لجهة أن الأمين العام السيد حسن نصر كان قد قال بأن تصاعد الجبهة في الجنوب اللبناني هو مرتبط بمسار الأحداث في غزة تصريح الوزير الصهيوني يعكس العقلية الإسرائيلية الحقيقية هم مجرمون هذه عصابة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية هو يقول ما يفكرون فيه في مجالسهم الحربية في جيشهم هم كما كان رابين يتمنى يقول يعني يتمنى أن يستفيق ويرى غزة قد غرقت في البحر هم لا يأبهون للإنسان للبشر مستعدون أن يرتكبوا كل الحمقات أصلا ماذا يفعلون الآن في غزة هذه الأطنان من القضائف التي أطلقت على غزة ربما تعادل قنبلة نووية هم قتل ومجرمون لكن ما يمنعهم اليوم من التمادي أكثر وهم تمادوا أن هناك أيضا مقاومة في غزة عندما نرى المشاهد التي بثتها كتائب القسام من غزة كيف جنود العدو مذعورين كيف يصلون إلى دباباتهم من نقطة صفر كيف يلاحقونهم كيف يدمرونهم نرى الفرق بين أصحاب الأرض بين أهل الأرض بين أهل غزة وبين المحتلين وهذا ما كنا نشهده ونشهده اليوم في لبنان اليوم عندما نسمع هذا الكلام الإسرائيلي ويسمعه العالم عليه أن يدرك ونحن كنا منذ زمن ندرك هذا الأمر عليه أن يدرك أننا أمام عقلية إجرامية أمام قتلة هؤلاء يجب أن يحاسبوا هؤلاء يجب أن يوضعوا عند حدهم وهذه بالدرجة الأولى مسؤولية الإدارة الأمريكية هي التي تتحمل اليوم المسؤولية الأولى عن كل نقطة دم في غزة اليوم معركتنا هي معركة الصمود الثبات البقاء في الأرض أهل غزة مفخرة اليوم العالم مفخرة الإنسانية وعلى جميع الشعوب أن تتعلم من هؤلاء كما تعلمنا نحن هنا من أهلنا ومن شعبنا الصمود والثبات وهذا مشهد اليوم في عيد الشعب من مشاهد الصمود والثبات علينا جميعا أن نتعلم من هذا الشعب الذي يهدد اليوم بالقنبلة النووية ومع ذلك هو يرفض أن يهجر يموت في أرضه ولا يخرج من أرضه أما التهديدات الإسرائيلية فتعودنا عليها تعكس هذه النفسية الإجرامية كما قلت ولكن أيضا في المقابل هناك مقاومة هناك شباب هناك تضحيات هنا في لبنان وهناك في غزة وإن شاء الله نحن نرى النصر في المستقبل القريب ترجمة نانسي قنقر